نهارك سعيد وشايفة أنه الرأي الأخير للقضاء المصري واللي طبعا كلنا بنحترمه ده جزئية في جزئية تانية اللي هي بتخص انتخابات الرئاسة حقيقي أنه العدد كبير جدا العدد غير متوقع غير مسبوك وأنه هل ده طبيعي هل ده عادي ولا ده مش عادي فيه مرشحين كتير جدا للناس شايفين أنه هم غير لائقين بالمرة يعني يعني مرشح الرئاسة ده لازم يكون فيه مواصفات العادية من حقه أنه يروح يسحب استمارة تراشح رئاسة يعني كلام كتير بخصوص الموضوع ده أعتقد أنه كان لازم نفتح كل هدي الملفات مع حضراتكم ومع ديوفنا الكرام النهاردة ديوفنا هو الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزأزيق سبع الخير يا دكتور أهلا بحضرتك معنا أيضا كمان هيكون منورنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد علي خير سبع الخير سبع النور منورنا في البداية رأي سيادتكم إف في قصة تصريحات سجناء طورة عن تنازل عن بعض ثرواتهم في مقابل العفو وأنه طبعا الشرع المصري كالعادة وكأي مكان في العالم في نسمعها في ناس ضد فضل يا دكتور أنا أتصور يعني هي طبعا ناحية قانونية وناحية سياسية أيضا في المسألة دي هل إحنا عايزين الفلوس ولا مش عايزينها هي مسألة تقييمية وأنا أعتقد أن إحنا عايزين الفلوس برضو بأسرى ما يمكن الطريقة اللي إحنا ماشيين بها مش هتجيب فلوس خالص الطريقة اللي إحنا ماشيين بها لأن هناك شروط كثيرة أنك تسترد الأموال من دول لديها الأموال يعني مثلا سويسرا تشترد أنك تاخدي حكم نهائي بات أو موظم الدول يعني حكم نهائي بات عليه وتروح يروح الحكم هناك ويتم فحص هذا الحكم لدى المحاكم السويسرية وبقى أنت قرر ترد أو ما تردش وغالي ما المدام عندها الأموال فهي تميل إلى عدم الرد واستخدام الأموال الموجودة لديها وليس هذا مواشرة لما قالوا نحن جمدنا أموال فلان وفلان وفلان دي نمرة واحد يعني صعوبة حتى لو خدت حكم نمرة اتنين بعد الإنترنت والاتصالات والسهولة والتعامل والمليلية أصبح هناك حتى بنوك مخصوصها بيسميها أوف شور ساعة موجودة في جنوب أمريكا أمريكا الجنوبية موجودة برضو جنب بريطانيا دي بتودع فيها الأموال بدون اسم يعني توضع فيها الأموال بدون اسم أيوه وهم مش عارفين دي بتاعت مين أصلا أصلا وتستطيع تحركها بالإنترنت اللي موجود في هذه الحالة الطريقة الثالثة برضو في هذه أن هناك شركات لإدارة هذه الأموال شركات بتحركها من هنا إلى هنا وتدخلها على شركة على شركة يعني هناك استحالة لإسترجاع الأموال إلا بطريق التصالح حررتك تكلمت عن جزئة استرجاع الأموال من الخارج أستاذ محمد يهمني أعرف من حررتك رأيك إيه في أنه لو بعيدنا عن استرجاع الأموال من الخارج وتكلمنا عن أنه إذا في حد بيمتلك مصانع إذا كان في حد بيمتلك أموال من الداخل أيا كانت ممكن نتطرق لده من الداخل ورأيك إيه في انقسام الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض بداية الكلام اللي أسس عليه دكتور نبيل هو بيتكلم على لماذا يجب أن نقتنع بتلك الفكرة وعلينا أن ننفذها أنا بداية متفق معه وإنحنا فعلا يجب أن نأخذ خطوات إيجابية وجدة حول الطرح اللي جيه من سجناء تورا بس عايزين نضع مجموعة من الضوابط والأفكار لتفعيله والتنفيذ والطريقة مصبوطة يعني هي فكرة إيجابية لازم ننفذها أو لازم ننفذها حقيقي لكن يجب نحط بقى ضوابط إيه هي الضابط واحد إن القائمين على يعني نعمل ما يشبه إدارة لهذا الملف يتمتع الموجودين فيهم بخبرة قانونية واسعة خبرة في فيما تعلق بالاستثمارات المال البزنس لأنك بتتعامل مع عقليات ناس طبعا رجال أعمال رجال أعمال اللي هم اللي إحنا هناخد منهم هؤلاء الفلوس تلاتة إن ما يكونش من ضمن اللاجنة دي الناس اللي هم بيتمتعوا بالجانب وما أكثرهم في مصر الحنجوري اللي هنبدأ نشوفهم لا والله وربنا وما ينفعش وحرام أموال الشعب ولازم يتسجنوا ويتزلوا ده كلام عيب إن إحنا نديره أو نستمع إليه أو يكون هؤلاء موجودين في تلك اللاجنة يعني بحسن عن مصلحة مصر جزء الثاني إن إنتي عشمت الشعب طوال سنة والإعلام ساهم في هذا الدور وبعض السياسيين على فكرة إن إحنا مئات المليارات من الدولارات هربت بر مصر وبسطاء المصريين كل واحد اللي ما كانش يعرف اللي لا الحزب ابتدى يجيبها وعمال يحسب أنا نصيبك فأنتي سببتي إحباطش ديك جدا للشعب دون أن يكون لديك كسياسي أو كإعلامي أو كصحفي معلومات أو مستندات إن فلاني الفلاني مهرب كذا إحنا ما عندناش تلك المعلومات فإذا ولا نتصل إليها يعني عشان بس نجد من الآخر وبالتالي أنا لما يجي لعرض زي ده لا نقعد بقى نزبط نزبطه إزاي إن أنا هقول لأحمد عز أو سين أو صادم اللي عايزين لا أنا عايز أعمل كدولة كحكومة اتفاق جماعي شامل روح كده لميلي آآ آآ لا أنا بكلم في فكرة يعني إزاي هدير التفاق إن أنا أحمد عز عطف عبيد إلي آخره نتفي على هذا الاتفاق اتنين إن ده ما يتمش فيما يتعلق بأموالكو داخل مصر لأن ما أعرفه قصاعة فيه إن عرض أحمد عز يتعلق بأمواله الموجودة داخل مصر ليه يكشف أوراقه في الخارج لا أنا عايز صفقة متكملة إن أنت هنحدد فيها النسبك سيها تاخد عشرة في المية خمسوشة في المية الباقي يعود الباقي اللي هو الذي يتمتع به الفساد يعني لأن ليس كل ماله أكيد يعني فاسد ولازم تسيبي له فلوس علشان يعيش وإلا مش هيديك الفلوس إذا إحنا قدرنا نضع تلك الضوابط ونشرحها للرأي العام بشكل مستمر أعتقد ممكن نصل إلى حلول سريعة الجزء اللي يتعلق زي ما دكتور نبيل بيعلق الإجراء التشريع أعتقد هيبقى متوافر أنت تحتاجين أموالا سريعا جدا تدخل الخزانة المصرية اللي بقالها سنة مفيش أي مساعدات أجنبية مفيش قروض مفيش أي استثمارات خارجية ومن الاحتياطة يبقى دي دعوة يجب أن احنا نبعد عن كل من هو سيستخدم حناجره ويدع الوطنية بينما أنا أرى تلك الدعوة مباشرة تصب فيه صالح الوطن والقائمين على أمر اللجنة هيتمتعه بالوطنية يعني حضرتك أستاذ محمد شايف أنها ممكن تتم ولكن بدوابط وباتفاقيات رجال أعمال بيزنس الموضوع هيتم بيزنس دكتور قانونا إزاي ده ممكن يتم تنفيذه إزاي تكلمنا عن جزئية الأموال الموجودة خارج مصر وحضرتك شرحتها لنا وقلتنا أنه من أبعد المستحيلات إنها ممكن ترجع فخلينا في الداخل قانونا إزاي ممكن ده يتم قانونا إزاي ممكن يتم العفو عنهم إزاي ممكن نسترد الأموال من الداخل إزاي قعدة البيزنس اللي كان أستاذ محمد بيتكلم عنها دلوقتي ممكن تحصل قانونا شو في حياتك هو برضو فيه اتجاه في التشريع المصري إنه هو التصالح في المسائل المالية وفي الجرائم المالية لو واحد عليه شيك فهو بيرده أو بياخد الفلوس فبيطلع في أي مرحلة من مراحل التقادي برضو المستثمرين لو مشاكل مع البنك ودفعوا الفلوس وتصالحه يبقى فيها اتجاه طبعا دي مختلفة إلى حد ما عن المستثمرين وعن الشيكات اللي هي أكتر شوية وفساد والإعلام كبرها أكتر من حقها في هذه الحالة لكن فيه المواد في قانون العقوبات من 112 إلى 119 الخاصة بالأموال والاستيلاء على المؤول وخلافه هي يتم تعديل جزء منها تعديل تشريعي إنه يكون هناك قبول للتصالح بضوابط معينة زي ما تفضل السيد محمد كل هذا لابد أن احنا نضحها مع بعضها لكي يصدر هذا التشريع ونطبقه يعني خذي بقى لحياتك واحد زي حسين سالم ده مش هيرجع من ناحية القانونية يعني من دارس القانون فيها وعنده أموال هناك لكن إذا أفرجنا عنه بحيث أن هو يرجع لمصر أموال تحتاجها مصر في هذه المرحلة أتصور إن ده هيبقى إجراء لصالح مصر وليس لصالح أي شخص لأنه مجرد ما مات يبقى تفرضي عمرها ما تيجي وطبعا إحنا النظام السابق 90% منه فوق التمانين سنة أو فوق السبعين سنة يعني في هذه الحالة مفيش حاجة راجعة خالص لكن إحنا نتصور أنا أتصور هذه الفكرة كان فيه أشرف السعد اللي تهرب بالفلوس في إنجلترا ومحدش عارف يجيبه لأنه مفيش تسليم ويطلع كان في التلفزيون يتحدث عن هنا وهنا وهنا فلابد إن احنا ناخد خطوة زي ما قال الدكسيس محمد برضو هذه الخطوة مهمة أوي في النحية الاقتصادية التي تمر بها مصر بالذب ولي أهم من 5-6 فاسدين هيتسجنوا أو مش هيتسجنوا أو يتسجنوا مش هيتسجنوا حددي إقامتهم أما يطلعوا مفهوم يعني كل هذه الحالات فيها علاجات وفيها تطورات لصالح مصر ولابد يعني أنا سعيد بالقناة أنها بتتكلم عن هذا لأنه لابد من التوعية الإعلامية حقيقة لده ولده لأن بعضهم بينساق زي بعض الحناجر الحناجر اللي هي لا تدرس هذا وتقول يعني يمينة وشاهدة أكرر هذه المسائل لكن من مصلحة مصر التصالح وهي الطريقة الوحيدة للحصول على أموال وممكن أن أقابه لكن ليس داخل السجون في هذه الحالة خزانة مصر والحالة الاقتصادية للمصر في أمثل حاجة لهذه الأموال الشرع المصري هنقب بقى عند الشرع المصري كيف ممكن أن يستقبل الشرع المصري شيء زي ده لأن الشرع المصري أيضا في منهم ناس منقسمة في ناس قلبا وقالبا مع الثورة وفي ناس شايفين أنه لا يعني لا ده نستنى حكم القضاء ولو حكم القضاء مش هيسجنهم لا ده إحنا كمان يتسجنوا وياخدوا الفلوس وده الكلام اللي بيتقال عند بعض الناس وفي ناس تانية شايفة أنه لا ليه ما نعملش كده زي ما كان رأي دكتور نبيل عفوا ده أولا أنا من وجهة نظري أن اتخاذ خطوات جدة بهذا الشك هو لصالح الثورة وانتصال للثورة يبقى لا يجب الاستماع لهذه الأرى بل بالعكس يعني أن خيانة الوطن وخيانة الثورة هو بقاء هؤلاء في السجن والأموال في الخارج نحن نتعامل بأمور عقلانية واحد أنه نحن يجب يعني مش كل واحد يخون الآخر بس أنا أرى والمختلف معي في الرأي لن أخونه أن لصالح مصر إحنا بندير هذا الملف إحنا بندير فساد مالي هرجع فلوس البلد مقابل شروط معانا في التصالح هيدرها ناس خبراء قانونيين لكن أنا مش عايز نكرر بقى كلام الحنجوري بس أنا عايز أحط بس أو أفتح قوس باستثناء قضايا الدم يعني إيه نحن نتحدث عن تصالح في قضايا فساد الفساد المالي بالأموال حتى بس أحد المشاهدين ما يتصورش أننا نتكلم على إطلاق ولا أنا أتكلم فيما أتعلق أنا والدكتور نبيل بالأموال اللي زرع في الوزن لنهب اللي استغل منصبه إلى آخره لا تعال نقعدنا تفاوضا حلا قصة أن مصر لن تكون الحالة الاستثنائية الوحيدة في العالم وهناك دول قامت بإجراء تلك المصالحات زي دولة زي جنوب أفريق وإذا قررت الحكومة المصرية الآن اتخاذ خطوات جدف ده فعليها أنها برضو تستفيد بخبارات وتجارب دول ممثلة عملتها يعني إحنا في النهاية مش هنخترح هنا العكب نشوف الدول دي عملت إيه عايز أقول برضو أيضا أن إحنا لو ما خدناش هذا الملف وتفاوضنا البدائل هو زي ما أشار دكتور نبيل الفلوس تاهد برا هناك دول في أفريقيا بعد سقوط حكامها قعدوا ما يزيد عن 30 عام للبحث عن أموالهم في سويسرا ولم يحصلوا على شيء ولم يحصلوا على شيء دكتور نبيل لخاصها أنت قدامك هنا نموزجين أنك تتصلحي وتسترد جزء كبير من الأموال التي لا تعرفيها أنت مش عارفة برا في إيه وده نموزج جنوب أفريقيا أو دول تانية تأخذ بمنطق الحنجوري وتأخذ الأحكام وبعد 30 سنة يعني حين وحكرة خلاص بقى لها سنة إضافة تغيرة يعني إحنا قدامنا عدة احتمالات نمرة واحد ياخدوا أحكام والأحكام بعد ما يخرجوا وده في إيد القضاء مش في إيد أي حد تاني نمرة ثاني شوفي خهدك الفساد أساسا أنه يستخدم القوانين للإفساد حقيقي والفساد فأنا أتصور لو إحنا عملنا القضاء كده هنلاقي في ناس منهم هيتطلع براعة يبقى لأخذنا فلوس وطلق ولا تسجن ولا كلام من ده نمرة ثلاثة أنه هو يتوفى زي ما احنا قلنا في هذه الحالة ضعت علينا الفلوس فيه وأنا عايز أقول الشعب المصري ثقة فيه كاملة في أنه يحسب المسائل بطريقة سليمة ولكن هو الصامت اللي هم العقلاء دول ولكن عدد كبير الأصواتهم عالية أقل بكثير حقيقي في الوقت الحالي تحديدا أيوة لأن لهم مصالح شخصية سياسية يعني أي أن كان ولكن الباقي فهيتفهم هذا إذا برضو نشرنا في الإعلام أكتر على هذا وذلك والمصلحة العليا هي مصلحة مصر قطع ما فيش أي حاجة تاني بقى مين يعد في السجن مين يطلع من السجن مصلحة مصر فين هو دا للمفوض نسعاله طب حالك صغيرة مش فاكرة لكن زمان سمعنا النساء الزغلون لما جم قطبوا عليه نفوه يعني مش تحبس وكثير من وعرابة نفع يعني هناك ما يسمى بالنفع أيضا أو تحديد الإقامة أو خلافه وتبقى توائم في هذه الحالات مفهوم وليس يعني دبح وجزر إلا طبعا إذا كانت حمالية جنائية تتعلق ليس بالأموال ولكن بالدم دم دي مزيئ شق جنائي غير مسموح تدخل بس الشق المالي أنت بص بعد مرور عام من الثورة رأيي أن هذا الملف كان من المفترض أن يفتح في الأسابيع الأولى يعني وهم كده منتخذين وش على السجن ولسه الليلة دي عيباته فأول الليلة على البرش وهم خايفين أقول له تعالى قمضوا من التصالح حتى الداخلي برضو حتى الداخلي يرجع اللي هو عمل لكن برضو هناك يعني برضو في تصالحات هنا هو حتى المستثمير وخلافه أرجو ألا نعقد الأمور في أن نصل إلى التسويات مش حاملة تعطيل تاني يا دكتور كفاية عطلة بقى أن سنة كاملة متعطلين وهناك دول العالمية بس آخر حاجة يعني دول العربية عرضت أن هي تدفع فلوس كتير قوي وتاخد مثلا الرئيس مبارك أو المتاع أو أولاد يعني والعجز اللي في الميزانية المصرية يتحل هل هذا حقيقي ولا لا لكن لابد نشوف حيبان حيبان بالوقت يخرح ويناقش بعيدا عن الحنجورية والتحويل بالضبط تمام ده بالنسبة لجزئية التصالح أو استرداد جزء من الأموال من سجناء تورا بالنسبة لجزئية تانية وهي اللي هي حقيقي يعني حاجة تدهش المرشحين الرئاسة العدد الكبير ده هل ده طبيعي ولا لا احنا ما سمعناش قبل كده وصل للربعمائة عدد ربعمائة شخصية وكل يوم بيزيد الحقيقة في منهم شخصيات اتفقنا عليها أو اختلفنا عليها عن رشحها أو مش هنرشحها محتملين موجودين وردين إنهم يصلحوا إنما فيه شخصيات إزاي إزاي يسحبوا الاستمارة هو ده السؤال صدر أستاذ محمد أولا يحق للتسعين مليون مصر إنهم يروحوا ويسحبوا الاستمارة هو ده طبيعي يعني أيا كان هو مين أيا كانت مهم دول مش هيرشح يعني أنت وانت راحت انتخبي مش هتلاقي الأسماء دي ليه لأن القانون قال علشان اللجنة توافق وتبقى من ضمن قائمة المرشحين إما تجيب لي 30 ألف توكيل من 15 محافظة أو تجيب لي 30 نائب من مجل الشعب والشورى فدول من المؤكد إنهم لن يحصلوا على هذا لكن هي من باب خلي برضو الناس تجرب وتشوف يعني أتذكر هاي ناس تتشهر يعني شهرة شهرة طبعا وإن أنا هكتب يعني مثلا نجار طبالي أو سنكري سيارات ومرشح حسابك للرئاس الجمهورية ولن أخفل أن هناك أشخاص أيضا مرشحين أقوياء ولهم موجودين يعلموا أن فرص فوزهم ضعيفة جدا ولكن هيخدوها برضو بمنطق المرشح السابق وأعرف أن ست على الأقل من رئيساء الأحزاب اللي خدوا انتخابة 2005 أمام المبارك كان كل واحد طابع كارت كده وإنما يدهولك تلاقي كتب ومرشح سابق للرئاس بس دي من باب الشهور لكن إن ده يكون موجود يعني خلي الناس تجرب بس مش دول اللي عينزلوا في قائمة الانتخابات لو أنت عايز تتكلمي عن القائمة الأخيرة القائمة الأخيرة هي الأسماء المعروفة يعني اللي هو يجب يجيب 30 ألف صوت 30 ألف توكيل أو 30 نائب أو يكون كل حزب له نائب في البرلمان يحق له الترشيح يعني فورا فبالتالي لا ده ما يزعجشه ده في إطار بقى إيه فترة الخلطبيطة اللي احنا بتسميها بمرحلة الانتقالية فكل الأمور وردة يعني اللي عايز يروح يروح ولا يتيجي لكن في النهاية التصفية لن تكون مع هؤلاء بل هي الأشخاص اللي ترشح الأصوة الأصوة لو إحنا نتكلم هل في شخصيات بقى ممكن تبرز الفترة القادمة مش دول بقى مش السمكرة والنجدات لا طبعا يعني ما احترام المهنهم هو ده السؤال مواصفات الرئيس القادم دكتور نبيل وحارتك شايف أنه بعد هذا العدد وفي الآخر اتكلمنا عن بعض المرشحين اللي هم في الآخر معروفين اللي كلنا عارفين أسميهم والمنافسة الحقيقة موجودة ما بينهم ثلاث أربع أسماء يمكن هم اللي مطروحين على الساحة اللي حقيقي في بينهم منافسة حقيقة مواصفات الرئيس القادم ومؤهلات الشخصيات دي علشان يصلحوا أو علشان فعلا يقدروا يكون رؤساء شوف هذه طبعا الله يكون فؤون الرئيس القادم في هذه الفترة الانتقالية اللي احنا فيها ربنا معاه الرئيس القادم ويستطيع أن يعمل توازات لابد أن يكون لديه خبرة إدارية لإدارة الدولة ولإدارة المشاكل اللي موجودة في مصر أيضا لابد أن يكون متفهما لكافة الأوضاع وقطعا هيكون له شعبية لأنه سينتخب من الشعب انتخاب مباشر لابد أنه هو يعلم أما نشوف برضو أنا عايزة أقول حاجة لأنه هنا دي بدر شوية هل الدستور هيخلصه الأول ولا الرئيس الأول لكن ليس الرئيس الأول وفقا لإعلانات الدستورية اللي موجودة عنده مهمة الإعلانات الدستورية أهم حاجة عنده المشاكل برضو اللي موجودة عندنا الاهتمام بالفقراء الاستقواء بالداخل أنا دايما بيقوله الاستقواء بالداخل لأن هما دول فعلا القلب النظام السابق لأنه لم يكن هناك اهتمام بيهم بأي حال في الأحوال مهما كنا نقول لابد الاهتمام بالأمن والاقتصاد نمرة واحد يعني الأمن الأول والاقتصاد نمرة اثنين في مصر وطبعا الاقتصاد من خلال السياحة من خلال استثمارات التاريجية لأن كل دول هربوا فاستعادتهم ديت مهمة جدا لرخاء الشعب أهم حاجة في الرئيس القادم أنه سيعلم أنه لن يستمر أكثر من 8 سنوات ويمكن 4 بس وهذه هي الضمانة أنا أطمن الناس بس اللي هي خايفة لا ييجي حد متطرف يمينا أو يسارا الراجل ده هيقعد أقصاها أربع سنين ومش هننتخبه تاني ولذلك لابد أن يحترم غالبية الشعب المصري والشعب المصري الآن يعني الحاجز بين الشعب المصري وبين السلطة قد انكسر فالناس إذا مش عجبها هتطلع له وهتمشي اللي بقاله 30 سنة هتمشي اللي بقاله سنتين 3 في هذه الحالة والشعب المصري في منتهى الزكاء وفي منتهى التنظيم وخصوصا شبابنا شبابنا يعني في الجامعة عندي الشباب يعني زي الفن للأمانة وفهمين وعايزين يفهموا أكتر جميل يعني بعض الناس اللي مش فهمها هي اللي بتنتجه يمينا أو يسارا في هذا الشأن ولذلك الرئيس القادم هو أيضا لابد أن يحترم المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية مش بس عشان العملته في أثناء هذه الفترة ولكن لأن المؤسسة هكية لا تحمي مصريحنا عندنا تهديدات من كل الجوانب عندك من إسرائيل وبعض المتطرفين الفلسطينيين عند حياتك في ليبيا والانهيارات الموجودة هناك هناك تصربات من السودان هناك الدول العربية عايزة تسقطك يعني كل ده أعتقد أن هي يهتم بالإعلام لرفع الرأي العام ويعني بموضوعية وليست مسألة شخصية مهمة أوي 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 وأن يكون علاقته طبعا بالسلطات التلاتة علاقات متوازنة السلطة التشريعية الموجودة والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية لن يتدخل فيها أعتقد أن الرئيس القادم والمرشحين معظمهم أكفاء لهذا وعلى درجة من الوعي أكيد بالمسئولية والمتابعة اللي هتكون كل مصر متابعها لهم هتكون صورة اللي بيلفوا في المحافظات دول يعني اللي هم المرشحين دول محد الشعب كده كان لف يعني اللف دي اتحجموا شوية كانوا بيلفوا في الأول لغير ما يبتخبوا مجلس الشعب برئاسة فتح سرور قبل ترشيح مبارك في 2005 ذهب إلى قصر العروبة قصر الحق ومع النواب قالوا له إحنا جايين عشان نطالبك وننشدك بأنت ترشع يعني في الشعب ده مجل الشعب اللي هم مفروض بيمثل الشعب هم اللي كانوا يذهبوا للحاكم ودي ثقافة مطلية والله أستاذ محمد ناس كتير قوي كانت بتعمل كده مش مجلس الشعب بس ناس كتير حقيقي بتعمل كده طيب خليني أتكلم مع حراتك في جزئة فضل عايز بس أضيف عفوا لكلام اللي قال لدكتور نبيل وأنا متفق معاه واحد سطوة الحاكم الفرعون كل يوم المصرين بيفتتوا فيها يعني هي من تعدش للأبد الحاكم الدكتور أو الطاغية لا الحاكم أو الطاغية الطاغية أو الفرعون وليس بمفهوم الحاكم الرئيس الجزء الثاني أنا تأديري شخصي أن أي رئيس قادم للحكم عشان يقعد على كرسي الرئاسة لن يستطيع قبل أن تتحقق فيه أربعة شروط واحد أنه يجب أن يكون محلا للقبول من المؤسسة العسكرية ولا أقوله الموافقة يعني المؤسسة العسكرية ما عندها شمانع سين أو صديق بس هيبقى ليها رأي قاطع فأشخاص بعينها مش عايزها تصل إلى كرسي الحكم اتنين أنه يجب أن يكون على حالة من حالات التوافق السياسي مع قوة الإسلام السياسي اللي موجودة الآن داخل البرلمان الإخوان الإخوان والنور أنه هو ما يبقاش في حالة عداء تاريخي سابق أو له آراء قاطعة مع البرلمان ثلاثة أنه هو لا يشكل تهديد لقوة خارجية مباشرة زي أمريكا، زي دول الخليج وزي تلقبيل أربعة أن يعطي الأمل للشعب بمعنى أن انتخابي يعني بدء الحياة من جديد وعودة الاستقرار والأمن والأمان يعني أنا تأديري أن رئيس الجمهورية أحد المرشحين الآن لو انطبقت عليه الصفات دي أنا أعتقد أنه هو سيكون الفائز يعني عايز بس أقول حاجة أن أنا كناخب مش هروح أنتخب مرشح رئاسة هو هيعادي مثلا بعض دول الخليج عشان أسكر بالإسم وأنا لي أخوي أشغال هناك فممكن العلاقات تسوق في أمور البوز ده أنا أدور على عقد عمل يعني العملية متشبكة اقتصادية سياسية فالأمور ليست بالخفة وليست بالتصريحات اللي بتطلع كل يوم أنا بفاجأ بكمية تصريحات إزاي دي تصدر عم رشح رئاسة ممكن في يوم من الأيام يصل إلى رئيس الجمهورية أحدهم مثلا من يومين أنا كان أول ما همسك الحكم إدوني سنة هساوي الدولار بالجنيه ما احنا اتفاقنا علما بأن بالمناسبة مساواة ده أنا بديل حضرتك الدولار بالجنيه لا تعني أي شيء ده قرار يقدر ياخده بكرة البنك المركزي يعني البنك المركزي ينغي تلك العملة ويصدر عملة جديدة ويقيمها بهذا الشكل لكن هي الفكرة إن أنت عملت تطلع تصريحات وإنت مش عارفة اللي يقولك أنا هدي بداية الحد اللي أدن لجور 1500 ما نقدر أقولك وأنا هدي 3-3 وأقدر أقولك هلك على 4 شهرين بس هي الفكرة إزاي إيه هي يعني أنا أرجو وما أك يعني المصريين أسكياء ده مش عارفة أه لا المصريين أسكياء المصريين أسكياء عليهم إنهم يدققوا في التصريحات والوعود ويسألوا كل مرشح كيف كيف إحنا موافقين إن أنت تعمل دعا لعنه وعن رأسنا بس قولي هتعملوا إزاي بالضبط هتجد مورد منين يعني إذا بلاش الوعود الوهمية والأحلام الوردية اللي الناس كلها بتقولها لأنها بتقلل من قيمته حتى قدام المشاهد المصري أو المصريين طبعا أنت لو ساكتين وممكن يقولوا آه لكن في نفس الحالة تتفقوا مع المواصفات اللي الأستاذ محمد قالها حدرتك تتفق مع المواصفات اللي حدرتك قلتها يعني حدرتك قلت إنه الرئيس القادم هيكون فيه شروط معينة واحد اثنين ثلاثة إذا ما بيكلم هنا سياسة سياسة يعني إيه حدرتك كمصري بصرف النظر عن إنك كاتب صحفي حدرتك يا دكتور نبيل بصرف النظر عن إنك يعني قانوني إنما تتفقوا معها تتفقوا مع المواصفات دي كمصريين أستاذ محمد من المؤكد يعني صعب إنه ييجي مرشح مش هيبقى فيه للحاجات دكتور أنا أتفق لكن برضو أنا بركز على العلاقات الدولية يعني العلاقات الدولية مهمة أو هي غير الاقتصاد لأن الحكومة بتقوم بالاقتصاد أو بتقوم بالنواحي الداخلية لكن أرجو هو الإشاف على الأمن والاقتصاد ولكن العلاقات الدولية مع أمريكا مع روسيا مع أوروبا حتى مع إسرائيل إذا بحدودها المحدودة دي لابد أن يكون لديه الجراءة في هذه الحالة مش مسألة عن ترية إحنا عانينا في مصر كثيرا من عن ترية القرار وضربنا كتير بسبب هذه العن ترية ورد الفعل لابد أن يكون الرئيس صاحب فعل أو قرار وليس صاحب رد فعل فيودي مصر في داحية حقيقي تكلمنا عن الرئيس ومن هو الرئيس أو المواصفات اللي ممكن تكون موجودة في الرئيس ولكن مهم كمان نتكلم عن صلاحيات الرئيس صلاحيات الرئيس أعتقد أنها هتولدينا الجزئية كبيرة جدا وهي الدستور وهو ده اللي حقيقي يخوف لأنه زي ما حرتك قلت في البداية الرئيس هيقعد أربع سنين إذا قعد ثمان سنين ولكن الدستور أعتقد أنه هو اللي هيكمل معنا لفترات طويلة دكتور نبيل حرتك تقولنا إيه عن وضع الدستور اللجنة التأسيسية رأيك إيه في اختيار اللجنة التأسيسية هتحط الدستور مصر يعني عايزين نفتح ملف الدستور مع حضرتك أولا لابد أنه هو يعني إحنا مصر ماشي دايما رئاسي لكن يكون هناك ضوابط وتحديد بعض من سلطات الرئيس في النظام الرئاسي لأن بعض بيقول لك نظام برلماني لكن أنا أنصح من خلال دراساتي أن البرلماني لابد أن يكون لديك أحزاب قوية للتنافس لكي يكون هناك نظام برلماني يستطيع أن يتحكم في كل هذا برضو سريعا بعد إذن حياتك بالنسبة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لا يجوز أن تكون من مجل الشعب أو من نجل الشورى لأن الأغلبية السياسية النهاردة هتختلف عن الأغلبية السياسية بعد أربع سنين قد تتغير الاتجاهات فلا يستطيع أحد دي نمرة واحد نمرة اثنين أن الدستور يضع قواعد عامة تخاطب المشرح الدستور يضع قواعد المنظمة لمجلسي الشعب والشورى ولا يجوز أن القواعد المنظمة للمؤسسة بتاعتي أنا أطاح دون بيع الدستور يكون بالتوافق لأنه ليس في عقوبات لا ده في مبادئ عامة تسير عليه الدولة ويسير عليها المشرح ويسير عليها القضاء ويسير عليها السلطة التنفيذية ولذلك أنا أرى شخصية أنه لا يجوز أن يكون أحد عضو مجل الشعب أو شورى أن يكون في هذه الجمعية التأسيسية ولكن ممكن ما الأحزاب الموجودة العشرة الأوائل على سبيل المثال يبقى منهم يمثل مثلا عشرين واحد وتتجر لابد أن نضع النقابات أسد جمعا متخصصين في القانون الدستوري رجال القضاء المرأة الأقباط الكنيسة النوبة أهل النوبة برضو نوحي النوبة وسيوة وسينة لابد أن حالك تضعيها في هذه الحالة يعني هناك هذه التقسيمة هي مش لعبة سياسية وما هيش تغير مصر إذا البرلمان استغل المادة ستين من الأعلان الدستوري التي تنص على أن المجلسي الشعب والشورى المنتخبين أعضاءه ينتخبون أعضاء اللجنة التأسيسية أو الجماعية التأسيسية لصالحهم ويقوم بها مش هيستمر هذا البرلمان الشعب اللي يرضى بيه وهيقلبها تاني ولذلك لابد أن ننفش بقى عمليات مستقرة ما هيش مصالح شخصية وما نحطش بقى دستور لحزب نحط دستور مصر لأن دستور الحزب ده مش هينفع بالضبط حضرتك جبت النقطة السليمة يعني ما هيش مائدة بنلحق نعمل فيها حاجة لأ ده دي مصر ونحافظ عليها وكلنا أبناء مصر باتخيهاتنا المختلفة بنحب مصر ولا نافيا فنسيبها للمتخصين نسيبها للشعب كله هو الذي يعمل دستوره وهذا يعني أنجح وسيلا من وسائل الإعلان الدستوري مش أسف عمل الدستور في المجالات أو في العالم كله في هذه الحالة فلابد أن نمشي بتحضر إذا كان هم الأغلبية يجدون أنهم لهم سيطرة أو لهم الاتجاه الشعبي فهم ما يبعدوا عنها والآخرين هيعملوا لهم عايزينه ولكن إذا هم فقدين هذه الثقة ففي هذه الحالة عايزين يمسكوا عشان هم اللي يعملوا أنا أعتقد أن دي ليست لمصلحتهم ولن تكون لمصلحت مصر وهتتغير بعد فترة إن شاء الله أستاذ محمد أسمع تعليق حضراتك أذكر دكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في خطابه الافتتاحي في البرلمان عندما قال عندما تحدث عن الدستور فقال أن الدستور هيكون وضع الإخوان فيه ونواب البرلمان هو المشاركة للمغالبة فأنا أريد أن يحقق ذلك ولا يمكن أن يتحقق مفهوم المشاركة للمغالبة وهو يبحث عن أن يترقص رئاسة اللجنة التأساسية للدستور والأصل في رئيس تلك اللجنة ألا يكون منحازا لتلك الفئة أو لهذا الطيار أو ذات بل يجب أن يتمتع باستقلالية تامة وأن يجري انتخابه من أعضاء اللجنة التأساسية يعني ما ينزلش عليهم بالبرشد الجزء المهم اللي حرقته راحتي هي فكرة سلاحيات رئيس الجمهورية أو سلطاته أنا تأديري أننا كنا خارجين من نظام حكم كان رئيس الجمهورية فيه هو لا يمتلك المئة في المئة من السلطات ما كان لأحد أن يحرق كرسيا في مصر قبل أن يستشير مبارك وقبله السادات وقبله عبد الناصر أنا النهاردة أرى أن لو وزعنا التأسير أو القوة فتأديري أن مؤسسة الرئاسة لن يتجاوز وزنها النسبي من 20 إلى 25% من السقل في المشهد السياسي البرلمان هيعادل تلك النسبة بقوات سياسية مؤسسة العسكرية لا تزال موجودة كقوة رئيسية في المشهد السياسي وهيب عندها هذا الوزن ميدان التحرير أو القوة السورية والشباب اللي حركوا السورة هيكونوا موجودين كقوة مؤسرة في المشهد الخارج بقى بتدعياته وبتأسيراته وبالتالي هنرجع لفكرة أنك لن تكوني أمام حاكم فرد واحد من أحد أعمال اللي هو بيطاق في دماغه الصبر يعمله على طول لا حيبحث عن تب البرلمان وضعه إيه؟ مؤسسة العسكرية حمشي القرارة ده معه إزاي؟ الشعب والشارع وميدان التحرير وضعه إيه؟ التأسيرات الخارجية إيه؟ هيبقى قراره يجب أن يكون متناغم مع دول وبالتالي فكرة أن زهور الرئيس اللي هيحق كل حق أو اللي هينفذ الفدماج ده مش يكون موجود الصلاحيات الكل يتحدث على أن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور القادم ستنتقص أو مش هتبقى رئيس طبيعي بقى موظف يعني مش قاعد إليه رايع جاي يعني فأنا في تقدير أن احنا نتجه إلى الأفضل بس هضيف إلى ما قاله دكتور نبيل أن احنا نأمل من نواب البرلمان فعلا من نواب الشعب أنهم ينتصروا للثورة في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وينتصروا المصر آه يعني وأنه لا يجوز فكرة يعني أحد الاقتراحات يعني قد ما يزيد عن 20 اقتراح لدكتور سعد الكتاتني أحدها مثلا من بعض النواب يعني نواب الشعب يعني يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالكامل من نواب مجل الشعب الشعب طب أنا انتخبتك نائب ما انتخبتكش هنتكون عضو جمعية تأسيسية للدستور هو الكرسي بيغير بردك الكلاسي بتغير والذلك أهم حاجة ضمانة الأساسية لرئيس الدولة حتى رفضنا سلطاته أنا أتصور هي لأربع سنين يعني والذلك حتى أيام رئيس سابق حسن بارك أقول لك الفترة الأرونية بتاعته كان كويس فيها أما طالت والسادات بالزبط بالزبط دي حاجة معروفة أما طالت ريحة كل شيء طبعا طبعا واحنا حاولين الرئيسة وحاولين أي أبداع بنعمله فراعون وأك المصريين عباكرا في صلاحة الفراعون مغلوب على أمرهم سيدنا 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 بردو كمان يعني ان شاء الله دا يتغير بقى أعتقد أن دو خلاص يتغير وأفكر أن أهم مكتسبات الثورة هي كسر حجز الخوف والكسر اللي احنا بتتكلم عنه ده هو اللي حقيقة اتكسر بصرف النظر على المكاسب الثانية دكتور نبيل عندنا مرشحين كتير في منهم اللي معروف إن في حقيقي منافسة حقيقية بينهم حددتك ممكن ترشح مين أو مين اللي بتتوقع إنه ممكن يكون رئيس مصر القادر طبعا المرشحين اللي هما دخلوا فترة رفات الدول لأنس فرحام بيهم طبعا لكن أنا أتصور إنه لابد أن يكون رجل دولة الاسم مين تتوقع اسم معين لسه مخلص يعني أنا أقول له هذك ساعة ما يخلص ترشحات كلها يبقى نقارب بين كهذا وذاك لكن هناك مرشحين يقدروا يلبسوا البدلة تاني يوم ويقفوا يشتغل يعني برضو مش ده اللي هيكسب ولا غيره يعني مثلا السيد عمرو موسى ده اشتغل يعني هو في الوزارة الداخلية واشتغل في الدولية واشتغل في العربية ويعلم ما هي مصر في كفاءة يعني أحمد أو الفريق أحمد شافيه عمنا بفضوح يعني هم طبعا في كفاءة واضحة ومصر حسن إذا داخل هيد بعرضو خلفية يعني لكن مين في الآخر نقدر نتكلم بعد شهر أو حاجة في هذه الحالة أستاذ محمد مختلف على أسماء مختلفة؟ جميعهم بلا استثناء لم يعلنوا برامجهم حتى الآن أتمنى أنهم قبل أن يتحدثوا عن سنفعل سنفعل أن يقولوا لنا في البرنامج كيف لأن كيف هي التي ستحدد أشياء لا يزال ملف الاقتصاد غائب عن كافة مرشحة الرئاسة بلا استثناء بلا استثناء لا أستثن منهم أحد الجميع بيتحدث عن وعود لكن لا يتحدث عن كيف لم أجد أي آراء تتعلق ببطالة بعملات بقروض بتعليم أنا أجد خطوط عريضة بيتكلموا فيها عن قطع الغازة عن إسرائيل أول قرار هاخدوا ومش هنام في أصل الرئاسة هروح هنام في بيتي مش هتشوفوا وش مراتي لأ أول ما ببحث عن ده على مساعدة شوفوا وش مرات حضرتك كل يوم بس هي الفكرة أنا أهمني أنت هتدير البلد دي في الأربعة سنين إزاي؟ بالزرق بالزرق اقتصادين هتعمل إيه سياسيا؟ علاقاتنا الخارجية هتبقى إزاي؟ ولا القصة لأن أنت تقطع الغاز مع إسرائيل أو تخلي الغاز أنا ساعتها لن أتهمك بالوطنية أو عدمها نحل بس المشاكل ومعدم نتكلم في الحاجات التانية نحل مشاكلنا تعتمنى الاقتصاد وعلاقاتنا الخارجية والدولية ولأن العالم أكثر تعقيدا في الخارج وأعتقد ده لا يفهمه إلا واحد أو اتنين فقط من مرشحي الرئاسة مضبوط دكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجماعة الزقازي بشكر حالتك على وجودك معنا يا فندم ونورتنا أستاذ محمد علي خير الكاتب بالصحة في نورتنا يا أستاذ محمد بشكركم مشاهدين الكرام اتفقنا اختلفنا على نتصالح مع رجال النظام السابق وناخد جزء من سرواتهم اتفقنا اختلفنا ما فيوش مشاكل اتفقنا اختلفنا عن من هو الرئيس القادم ما فيوش مشاكل ولكن حاجة واحدة لازم كلنا نتفق عليها وهي مصر وحب مصر نشوفكم على خير